نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفجرافات تصلط الضوء على المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة التي سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه لها خلال 7 سنوات وأبرز تقرير عوائد المبادرة حيث تشمل العوائد الاقتصادية زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون أو أشجار خشبية المهجوني والكدروفة وأشجار أخرى ذات عائد اقتصادي بالنسبة للعوائد الاجتماعية فتتضمن وفقا للتقرير مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر بـ 1.2 من 10 متر مربع لكل فرد بجانب امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار بما ينعكس بالإجابة على الصحة العامة للمواطنين